السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدين ومشاهدين قناة الداح تي بي ورجعنا لكم وفيديو جديد وفكرة جديدة باستخدام اعواد الاستيك اه في كتنا النهاردة فكرة قسيطة جدا باستخدام المسادس الشامع وعواد الاستيك عواد الاستيك دي تحفق ورخيصة ومش مكلفة تعملنا ندكور جميل جدا في البيت اهيات الفكرة بتاعتنا باستخدام عواد الاستيك بنستخدم لها حوالي سبعة وسبعين عود بالزبط دي خدت معايا سبعة وسبعين عود وستيك اه اه او خافت بساعة قطي اللمبه والدوايا وتدي دفور جميل ويلا بنا عشان ما نطوتش عليكم زي ما حضراتكم شايفين هنجيب اه اربعة عواد وهنزبطهم ان اه الدوران بتاعنا من كل جنب باباريز قد بعضه وهنحط نوتتين اه شمع على الطرفين ونحط عود ونرجع نحط عليهم اه نوتتين تاني ونحط عود اه تاخد معنا كرفة دوران نفس الشغل كده زي ما حضراتكم شايفين ان الشغل هيبقى نفس المنوار وهكذا شغالين اما حاجة لماسات ما نخرجش الاعواد الوستيك بتاعتنا هتبقى نسوي بعضها في الشغل اه هتبقى ما واخدى معنا كرفة دوران زي ما بنقول الوش اللي عبليك وهكذا اما حاجة نزة كويس عشان من الابليك بتاعنا ما نفكش بعد كده والشمع عموما بيمسك عواد الوستيك اه اه او خفض اللسان اه اه دي نفس العلبة اللي احنا بنشتغل منها بيجي من الصيدلية. او من المكتبات. رخيص مش غالي. اهم حاجة هياخد معنا كيف دورانه احنا شغالين. احنا شغالين لغات ما هيكمل معنا نصف دايرة. والنتيجة تحفى ان شاء الله. حاجة جميلة احنا شغالي. يا ريت لو مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس. عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة اول باول. ما تنساش اعجاب بالفيديو. سيب لنا تعليق برأيك. اما حاجة شغالينا بانتساوي. اللي بنعمله ده ااا. وكده خلصناها تمام. اهي. هنرزاها من الاربعة جناب اما باللازة وشي ظهر او شمع. ومسادسة الشمع المتاع عندنا مش مشكلة. وهي كده خلصت تمام. وهنركبها على اللمبة اللي موجودة عندنا وهنصورها. وهشوفوها. وكالعادة مش هنوسيكم على لايك والشيف. وان شاء الله نتقابل على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.